ومشى الثاني أصعب الحقيقة في موريتانيا طفل عمره 11 سنة في إحدى المدن الموريتانية راح هو وصحابه أول مبارح عشان بيروحوا عمروا كده عند سد يزال أناطر عندنا كده وهم بيلعبوا فجأة السيول نزلت بشكل غير متوقع فالطفل ده اتعلق في مصورة على السد زي ما حاركم شايفين قاعد على المجرى السد والسيل تخيلوا حضراتكم الرعب بصوا المايا عاملة زي والسيول عاملة زي وتتخيلوا الولد ده سنه 11 سنة يعني ضعيف البنية تخيلوا قاعد بالمنظر اللي حاركم شايفينه ده 24 ساعة كاملة يوم كامل يوم كامل فرق الإنقاذ هناك في موريتانيا جهدت عشان تحاول أن هي تطلع حي من مجرى السيل وهم متعلق على مصورة قاعد على مصورة لمدة يوم كامل والسيول والمية دي عاملة تخبط فيه لمدة يوم كامل 24 ساعة ولكن يا شائر عليه القدير أن تنجح جهود الإنقاذ ويطلع هذا الطفل اسمه محمد يطلع بعد 24 ساعة كاملة حي وسالم من هذه التجربة المرعبة اللي مش ممكن أي إنسان ممكن يتخانيكو أنه يكون فيها متعلق في مجرى سير على مصورة لمدة يوم كامل 24 ساعة والمية دي بالسرعة دي بالقوة دي عملة بتخبط في جسمه شيء الحقيقة غريب جدا سبحان الله ولكن الحمد لله على سلامته شكرا